الكوب 28 واستضافة دولة الإمارات الكوب هي فرصة ذهبية من كل لقاء لي مع الوفود الدول الأخرى صراحة كانوا منبهرين بنسبة الإنجازات التي تمت فيها المؤتمر من نسبة الاتفاقيات من نسبة الكميتمنتز من دول على سواء كانت على مضاعفة نسب الطاقة المتجددة سواء كانت زيادة نسب الطاقة النووية سواء كانت في مجال هيدروجين أو في مجالات أخرى وصراحة نحن أبهرنا الجميع وهاي يعني مش شيء جديد على دولة الإمارات والحمد لله مؤتمر ناجح ويشيد به جميع الحضور من خارج الدولة نحن في الوزارة ركزنا على بعض المحاور الأساسية بالذات التي هي متعلقة بالقطاعات التي نحن مسؤولين عنها فإذا تشوف في قطاع الطاقة ركزنا نحن على الطاقة المتجددة ومثل ما تعارفين نحن يوم ما استحدثنا سراتيجية الطاقة 2050 كنا نحن سباقين أن نضاعف نسبة الطاقة المتجددة عنها 300% وبعدها دخل في الكوب ووقعوا عليها دول فكالعادة نحن كدولة الإمارات كنا نسباقين في الموضوع نفس الشيء إذا تشوف في قطاع النقل والتزامنا نحن في التحول وزيادة نسبة السيارات الكهربائية وبناء بنية تحتية جاهزة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية في الدولة وكذلك عندك قطاع المباني كامين نحن بدور كبير من ناحية الخفض في استهلاك الطاقة والمياه لجزء من البرنامج الوطني اللي عندنا نحن لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الهيدروجين لمستقبل باهر هذا ما أحد بيختلف عليه هو السؤال فقط يومي للهيدروجين هو مجرد وقت نحن عارفين أن اليوم سعر الهيدروجين الأخضر مرتفع مقارنة بالبدال ولكن اللي ياسي نشوف أن نحن مع التحول السريع في التكنولوجيا متوقعين أن الأسعار بتنزل خلال العشر سنوات القادمة هذا ما يعني أن نحن مبشغالين على المبادرات نحن يوم ما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين كان فيها عشر محاور رئيسية في أول مرحلة نحن مركزين على عدد من هاي المحاور من بينها فيه شغل ممتاز أن عملت في إمارة أبوظبي كانت دائرة الطاقة في أبوظبي ماخذ الليد فيها وأطلقوا فيها بعد موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سياسة معنية بالهيدروجين ونحن إن شاء الله نحن بنبني على الشغل اللي سوها في دارة الطاقة عساس أن نحن نعمم سياسة وطنية بخصوص موضوع الهيدروجين وإنتاج الهيدروجين الشقة الثانية للهيدروجين اللي نحن مركزين عليها هو استخدام الهيدروجين في النقل ومن الدراسات اللي سويناها نحن في الوزارة شفنا أنه خاصا حق السيارات الثقيلة مثل الباصات استخدام الهيدروجين فيها مجدي أكثر من السيارات العادية وهذه الدراسة نحن شفنا الجدول الاقتصادية منها وأثبتت أنه فعلا هذا نوع من السوق اللي نحن نقدر نركز عليها يومي لإستخدام الهيدروجين في النقل أنا باشيد بعد كذلك على دور شركة بيئة شركة بيئة مثل ما تعرفين معنيين بأطلقهم مشروع قريب اللي هو تحويل النفايات إلى طاقة شغالين على مشروع استثنائي أن يبون ينتجون الهيدروجين من النفايات والهيدروجين اللي بينتجونه من النفايات النية منها أن يستخدمونها في السيارات في الشاحنات اللي تجمع النفايات من داخل الدولة هذا اللي يسمونه الاقتصاد الدائري أنك أنت تأخذ النفايات تنتج من الهيدروجين تزود بالسيارات اللي تجمع لك النفايات وترجع لك المصنع فهاي من المبادرات الممتازة واللي نحن نشيد بها صراحة جهود شركة بيئة ونحن نتعاون معهم ومع جميع الشركات في الدولة عساسا أن نطلع بمثل هاي المبادرات اللي تخدمنا وتخدم الملف المناخي اللي عندنا والله المستقبل قطاع الطاقة مستقبل واعد ومستقبل سيكون متنوع أنا في أكثر من لقاء خلال كوب كنت واضح مع سواء كانوا من الوفود أو في اللقاءات أو في الجلسات الحوارية أن ما أشوف أن في سيناريو يكون مزيج الطاقة مبني على مصدر واحد من الطاقة سيكون مزيج من الطاقة يشمل الجميع يشمل النفط والغاس والطاقة النووية والكهرباء والهايدروجين وأي نوع من التكنولوجيا الجديدة لأن الطلب على الطاقة في تزايد لما نتكلم عن النفط هم يعني الإعلام الغربي من سنوات يتكلمون على شيء يسمونه بيك أويل متى نحن منوصل لأعلى مستوى طلب على النفط هذا يتكلمون عنه من الثمانينات وليومك هذا ما شفناه وسنوياً سنة على سنة نشوف زيادة بالطلب فهذا معناته أنه فيه طلب عالمي على الطاقة ولهذا السبب التنوع اللي نحن تبنيناه في استراتيجيتنا هو استراتيجية صحيحة وهذا من بعد النظر ومن التوجيه اللي ياتنا من القيادة أن ننوع مصادر الطاقة عندنا حتى تعطينا القدرة على أن نحن نتواكب مع تغيرات اللي تستوي على مستوى العالم فأنا أشوف أنه إن شاء الله مستقبل قطاع طاقة مستقبل باهر وأنا متفاعل بكل خير كان فيه عندنا نحن ثلاث مواضيع رئيسية اللي هم تم الإعلان عنها والحمد لله حصلنا فيها موافقة من مجلس الوزراء أول وحدة اللي هي البلاغ الوطني اللي نحن طلعناها البلاغ الوطني الخامس هذا بلاغ وطني نحن قدمناه رسميا إلى الأمم المتحدة البلاغ الوطني هذا أثبت أن نحن من سنة 2019 لسنة 2021 خلال هات ثلاث سنوات نزلنا من إمبعاثاتنا بنسبة عشرة بالمئة اللي هو نسبة كبيرة جداً على فترة فقط ثلاث سنوات وهذا البلاغ الوطني دليل واضح للجميع أن نحن كدولة الإمارات نأمن في الشفافية نأمن في أن أرقامنا تكون واضحة للجميع ونأمن أن نحن نبين جهودنا اللي هي على أرض الواقع في الشغل المناخي اللي نحن بدأناها من أيام المخفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله تراه من أيامه وهو مهتم في البيئة فهذا شيء يعني موجود في الدي انا عندنا نحن وهذا البلاغ الوطني إثبات لهذا الشيء من القرارات الثانية اللي طلعت والموافقة كان فيه موافقة على السياسة الوطنية للوقود المستدام للطيران الطيران لنسبة معينة من ناحية الانبعاثات وفيه وقود مستدام للطيران اللي هم يسمونها سيستينبل ايفييشن فيول هذا الوقود حاليا متوفر بس بالنسبة قليلة جدا والاسعار اللي هي متوفرة مقارنتا بالبدائل أعلى بخمسة لستة ضعاف نحن في السياسة بنينا انه في نوع من الكميتمنت من الشركات الوطنية اللي عندنا مثل طيران الامارات وطيران الاتحاد على انه يكون فيه استخدام على الاقل واحد بالمئة من الوقود اللي يستخدمونها في الرحلات انه يكون وقود مستدام هاي نسبة بسيطة فيها الحالة ولكن اذا تشوفها على مستوى العالم تعتبر نسبة كبيرة اخر موافقة لليتنا والحمد لله كان موافقة على تكوين شركة الامارات لشواحن السيارات الكهربائية هاي مبادرة طلعت من الوزارة شراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء ان نكون بنية تحتية متكاملة لشحن السيارات الكهربائية واحدة من التحديات الكبيرة اللي كانت عنا في الدولة ان السؤال كان ليش عدد سيارات الكهربائية ما فيها تزايد لان انت تحتاج بنية تحتية متكاملة تدعم هاي التزايد في سيارات الكهربائية وها الشركة ان شاء الله بتكون من اهدافها التوسع في نطاق الشواحن الكهربائية في الدولة بيكون فيها ان شاء الله منصة بيكون فيها تطبيق في الهواتف المستخدم يقدر يستخدمها طموحنا كبيرة في هاي الشراكة مع شركة الاتحاد والقادم افضل ان شاء الله